وبعد طبعا العودة من بطولة أفريقيا كان فيه نوع من أنواع الإحباط ولكن الحقيقة العودة كانت عودة قوية جدا جدا خلينا نتكلم على أقوى عودة بالنسبة لمحترفيننا بعد إصابته في المنتخب محمد صلاح وعودته مع ليبرتول وزهوره بشكل أكثر من رايح رازه هدف وبيعمل أسست شايف ملف محترفيننا زي الأسبوع اللي فاتي يعني برغم أننا كلنا عندنا انتقادات مثلا اللي حصل من يورجين كلوب تجاهل وأعتقد أنه كان ليه دور في المنتخب بشكل عام وفي إخفاق المنتخب خلال فترة قبل ماتش الرأس الأخضر وبعد ماتش غانة ولكن العمل مع محمد صلاح في ملف إصابته وملف إقعادته وملف تخفيف الضغوط عليه إعلاميا وزهنيا ده يدرس بالنسبة للمدربين أن أنت لما يجي لك نجم واقع بكل الطرق واقع زهنيا ووقع معنويا ومصاب ومصاب إصابة مرشحة أنها تطول في وقت حساس جدا من الموسم بتواجه فيه منافس مباشر زي أرسنل بتواجه فيه منافس زي تشيلسي وصراع اللقب كل ماتش بيغير في الدورة الإنجليزية حاجة يتعامل بمنتهى الهدوء غاب الماتشات اللي بين أنها مهمة كلها وأم يديله كمان وجود في القايمة في ماتش بيرنلي عشان محمد صلاح متأكد داخل ومتأكد أنه لعب 45 دقيقة خلاص وأعتقد أنه في الوقت ده هو قال له أنت هتلعب 45 دقيقة تبدأها ولا تختم هو أعتقد أنه ده السياق محمد صلاح أنا متخال أنه عايز يفنش لكل دقيقة أطول وكل وقت في الماتش بيدخوله مستعد أكتر بيعمله ولكن اللي بالنسبة لي كان مبهر في عودة صلاح أنه ما فيه أنه من أول ثانية أنه من أول ثانية أسسته من أول ثانية جون والجون اللي هو جابه بيدولي لك كمان أن لا يعني الاسبرينت عالي قوي كسرة الاتجاه يعني أحيانا أنت لما تبقى مصاب في خلفية أو في وطن أو ما إلى ذلك أنت تخاف حتى لأنه أنت سليم 100% لما تعملش رفليكس بسرعة كده هتبقى ماسك نفسك شوال أيها بالضبط فتحس أنك الآن على نفسك خايف لرجلك تخونك لكن ده هو بيعمل كده عكس الاتجاه مع المدافع الداخل برضو بيحتاج كبير بيشوته هو بيقع أنا لو لعيب في مكان وفي ريتي كسبانة ممكن أنه أنا إيه تحتبد أن أنا خاف على نفسي من الإصابة دلوقتي أو الإصابة تتجدد هاخدها لبرة واستنى حد يجد دهاله في أكتر من حد جاي إذا كان جاجبو إذا كان نونيز إذا كان دياز كل ده جاي لسه بوشه في الكورة لكن أنه هو ياخد القران ويراغه عكس الاتجاه ويحط وهو بيقع ما يسيبش الكورة للآخر وطول مردود الماتش ده يقولك أن صلاح هو مش نازل الملعب 100% في الملف الإصابة ده كأنه إيه يعني تشيك ليست كده عمل عليها غلط وخلص الموضوع انتهى أنا مش مصاب هلعب أنا مصاب وده ده بياخدنا الحتة أنه محمد صلاح بقف يعني خلاص يعني كل ما بيرجع لليفربول كل ما بيقولك أنا قد يبقيت تقيل أنا قد يبقيت واقف على رجلي راسي عارف أنا بتحرك إزاي مهما كانت الانتقادات حوالي أنا بحاول دارية مهما كانت الانتقادات على صواب أو على غير صواب عشان يكون في يعني إحنا ممكن تبقى الانتقادات على صواب بس دوري كلعيب أنا تمام أنا غلطان أو مش غلطان أنا بره للانتقادات خلاص هو وقت الملعب ملعب أنا هلعب بس إيه اللي بيحصل بره بعد ما بطل كورة إن شاء الله وتتجيبوني في القاة ترفيزيوني نبقى نتكلم أنا كنت صحة ولا غلط لكن أنا بلعب شغلانتي إن أنا بلعب وده أنا بحترمه جدا في محمد صلى